بسم الله الرحمن الرحيم سنتعلم اليوم كيف يمكن التحكم في روبوت EV3 بScratch 3 طبعاً لازلنا في الإصدار التجريبي وبإذن الله سيصدر الإصدار الكامل في مطلع يناير فحالياً ندخل إلى جربها الآن نقوم بالدخول على إضافات ثم Lego Mindstorms EV3 في البداية لابد من تثبيت Scratch Link فنقوم بتثبيته من هنا بالنزول إلى أسفل نجد نسخة الويندوز هنا Download for Windows نقوم بتثبيت هذا البرنامج Next و Finish نعمل على تشغيله من قائمة إبدأ ثم نتأكد من أنه فعال من هنا نلاحظ وجود علامة Scratch Link على قائمة المهام هنا في شريط المهام فنعود الآن مرة أخرى نتحقق من تمكين البلوتوث نحاول مرة ثانية نقوم بالتوصيل بـ EV3 نقوم بتشغيل الروبوت EV3 ثم طبعاً تظهر لنا رسالة بأن هناك جهاز يريد أن يتصل بك نختار على موافق وهكذا تم التوصيل وظهرت كلمة متصل نذهب إلى المحرر الآن لا بد أن تظهر هنا علامة الصح معنى أنه فعلاً قد تم التوصيل نقوم بوصل حساس التصادم في المنفذ الثاني مثلاً ثم نبدأ ببرمجته عبر Scratch 3 فنقول له عند الضغط على زر 2 مثلاً يصدر صوتاً فاختار مثلاً أن يدور المحرك الموجود في المنفذ بي لمدة ثانيتين نجرب البرنامج الآن مرة أخرى تینطر صوتاً تینطر صوتاً تحرك هكذا يمر أنه في الناحان السعداء يمر